زياد ماجد كاتب سياسة وأستاذ بالجامعة الأمريكية باريس السياق السياسة اللي وصل للألفين وخمسة بلش برأيي بالـ 98 بالـ 98 البلد صار فيه عملية فرز جديدة كان لغاية الـ 98 النشاط اللي عم بيعملوا المجتمع المدني من جمعية ديمقراطية للانتخابات للبيانات ضد الفساد للأسوات المطالبة بخروج النظام السوري من البلد لمجموعة أمور كانت عم تصير عم تبقى من دون عمود فقري حزبي يقدر يدفع فيها وكانت بعض الأحزاب المسيحية تحديداً القوات اللبنانية والطيار العوني أو بيتظاهروا مطالبة بما يسمى سيادي وطبعاً الكلمة إلا كتير معنى بس وقتها كانت تروح بسجال داخلي القوات والعونيين كان عندهم مظلومية كونه عون منفي وجعجع بالحبس وكانت هالأحزاب هاي محصورة بإطار معين ومسعر فيه تلاقي معه على أمور بتتخطى قضية إخراج النظام السوري أو شي مرتبط برفض التهميش والأحباط المسيحي مثل ما كان يسميه حتى البطراكسفير نفسه اللي صار بـ 98 أنه انتخاب أميل لحود أعاد تشكيل المشهد السياسي اللبناني البعض اعتبر أنه خيار العسكر ممكن يكون خيار مجده بوجه طبقة سياسية اعتبرت فاسدة وكان الحكي بالدرجة الأولى فيها هو على رفيق الحريرة والبعض الآخر اعتبر أنه أبداً مش هيداً المطلوب المطلوب هو خيار يرفض مبدأ الثكنة ومبدأ العسكر وبنفس الوقت ما يكون مع استمرار نفس الطبقة السياسية ونفس الفساد ونفس الممارسات وطبعاً في طرف آخر بالعكس صار أقرب للحريرة بذريعة أنه أقل خطراً على البلد من مشروع عسكري أمنة يصير يشبه لبنان أكتر بسوريا وبالدول العربية وأنظمتها فهيدا الفرز اللي صار واللي أرروا يتميزوا يعني يكونوا ضد مشروع أمين لحود والنظام الأمني اللي كان عم بيركب من جهة وما يكونوا بنفس الوقت أقرب للحريرة يعني يبقوا محافظين على الموقف منه النقضة لسياساته للخيارات اللي كانت معتمدة وقتها والفساد اللي رفقها بلش يبين أنه فيه إمكانيات لعمل سياسي من نوع آخر ولو أصعب إجا الألفين ولحظة الانسحاب الإسرائيلي بعد مقاومة طويلة بلشوها اليساريين وكفيها حزب الله انسحاب إسرائيل ريح كتير ناس من ابتزاز موضوع الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة وتأجيل كل بحث داخلي وكل بحث بالصدام مع نظام السوري بحجة أولوية الموضوع الإسرائيلي فهالانسحاب هيدا ولت ديناميات جديدة أول الديناميات كانت لقاء إرنت شهوان اللي جمع أطياف مختلفة من القوى المسيحية حول البتراكسفير إنما بخطاب بيرجع بيركز على الإصلاحات السياسية على الطائف وعلى المطالبة بتطبيق الطائف لجهة كمان انسحاب القوات السورية لقاء إرنت شهوان لقاته مجموعة ديناميات تانية بالبلد من ضمنه شيء اسمه المنبر الديمقراطي المنبر الديمقراطي كان فيه بقلبه يساريين مستقلين فيه بقلبه شيوعيين معارضين لقيادة الحزب الشيوعي اللبناني فيه رموز وطنية إلى تاريخ ما مناطقه أو بالبلد عامة بالحياة السقفية مثل حبيب صادق مثل نقيب المهنسين السابق عاصم السلام مثل مجموعة أشخاص صاروا لاحقا بحركة التجدد الديمقراطي إضافة لشخصيات من قرنة شهوان من غير الحزبيين بقرنة شهوان أو من غير المنتمين للأحزاب اليمين المسيحي فتمرين المنبر الديمقراطي وإظهار القدرة على التواصل مع أطراف عندها خلفيات مختلفة وربما أولويات مختلفة بلد مع محاولة تجميع أولويات مشتركة مرتبطة بالإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسي وبمطالبة نظام السوري بالانسحاب من لبنان بلشت تتبين أنه فيه إمكانية لعمل جديد وبلحظة كان فيها وليد جنبلات ورفيق الحريري بحالة ألأ لأنه تغييرات داخل سوريا ووصول بشار الأسد للسلطة بعد حفظ الأسد خلتهم كمان بعلاقتهم مع النظام السوري يصير فيه حالات توتر ما كانوا معودين عليها قبل فبلش يتبلور بالبلد مقدمة لمواجهة مع نظام السوري وهي دفعت حلفاء النظام أنه يشكلوا لقاء عين التيني كرد واللي جمعت فيه كل القوى اللي راحقاً رح يصير اسمها قوى تماني أدار يعني التصعيد السياسي استمر بين الألفين، ألفين وواحد لغاية الألفين وأربعة بين معسكرين كان بلشوا ينضجوا أكتر وكان بعده الحريري منو حاسم بانتماءه وعم يبعث أشخاص ليحضروا اجتماعات المنبر الديمقراطي وبعدين تأسس شيء اسمه لقاء لبريستول ضم هالقوى هاي كلها إضافة لكل أورنتشهوان يعني أحزاب اليمين المسيحي مع شخصيات مستئلة مسيحية إضافة للحزب التقدم الاشتراكي ووريد جملات اللي قرروا يحسموا خياراتهم والأطراف اللي أشرت لقالها سابقاً بالمنبر الديمقراطي يسار مستئل شخصيات إلى سمعة يعني نزيهة مرتبطة بعمل نقابي أو بعمل ثقافي فاجتمعوا بلقاء لبريستول اغتيال حريري بعد صدور الأرار 1559 عمل المعركة الكبرى ففاتت كل هالقوى هاي إضافة للطيار العوني على 2005 على المواجهة بشهر أدار 2005 خليط من أحزاب ومن طيارات إذا الواحد بده يحكي بمعطى طائفة فيه يقول كان فيها كتل طائفية سنية ومسيحية ودرزية بس كمان ما بيكفي هذا الكلام لأنه كان فيها كتل غير طائفية وما كانوا قلال أبداً وقتها بس ما كانوا منظمين بقوى سياسية كبيرة كان فيه قوى صغيرة مثل اليسار ديمقراطي مثل كتلة الوطنية مثل التجدد الديمقراطي وكان فيه شخصيات علمانية موجودة وعندها حضور سياسة وعندها حضور إعلامة فكان فيه قطب مواطنة ضمن هالتحالف الكبير إنما للأسف هيدا القطب لما حدد موعد للانتخابات النيابية فيما بعد ولما انفرز البلد بين هالمجموعة هاي وبين حزب الله من جهة تانية مع ما يمثله داخل الطائفة الشيعية مع كمان تداعيات الأمر طائفياً وكأنه فيه صدام مع الطائفة الشيعية هيدا القطب المواطنة شوي ضاع وصار فيه تحالف رباعي بعدين ورجع النظام السياسي اللبناني ابتلع الحيويات غير الطائفية بـ 14 أدار فضعف وضمر هالجسم وراح باتجاهات مختلفة وكتار منه بلك بتعدوا أو انكفأوا أو أحبطوا فهيدي لحظة الـ 2005 بهالمعنى كانت لحظة كتير محورية كمان بتاريخ البلد يعني اللي صار بـ 14 أدار ووقتها كان فيه كتير سجلات مع ناس معترضين على أي تعاون مع الطبقة السياسية الموجودة أو بيعتبروا كأنه عم بيكون فيه تعويم وإعادة أعطاء مصداقية لأمار حرب أو لأشخاص مرتبطين بمنظومة سياسية ومالية حكمت البلد لفترة وعلى علاقة بالنظام السوري ومتهمة بالفساد وإلى آخره نقطة الدفاع كانت عن ضرورة العمل مع كل اللي بدهم يشتغلوا بوجه النظام السوري هي إنه الاتفاق معهم هو منه اتفاق لا على برنامج سياسي واقتصادي ولا هو يعني طبيعي صفحتهم الحربية أو ما بعد الحرب إنما كان فيه لحظة مفصلية بالبلد سميناها انتفاضة استقلال هدف التصدي لاستمرار النظام السوري بفرض سطوته وهيمنته ومافياته على كل البلد بس طبعا هيدا ما كان بيكفي ونحنا بعتقد البعض مننا كان عارف إنه ما بيكفي وكان عم بفكر بمبادرات ما تقدر تخلي القطب المواطنة بـ 14 أدار يعبر عن حاله ويتبلور ضمن إطار تنظيمة أو ضمن بلك تحالف ما بضم عدد من القوى الصغيرة واللي فيها مع بعضها تشكل برنامج ما إنما اللي صار إنه نعمل تسرع من قبل كل الأطراف السياسية الكبرى والطائفية الكبرى إنه بدهم انتخابات سريعة نيابية تترجم اللحظة اللي مسألة 14 أدار وتفرض واقع سياسي جديد وحتى تنجح اللحظة هاي نعمل تسوية كبيرة سميت بالتحالف الرباعي اللي ضم طيار المستقبل والحزب التقدم الاشتراكي مع حركة أمل وحزب الله وهيدا التحالف الرباعي حسم الانتخابات بكتير مناطق وبنفس الوقت ركب مظلومية عونية مسيحية بمحل ما إنه استبعدوا العونيين بحجة كونن الطيار النظيف اللي جاي لا يعمل إصلاح ولا يغير والطبقة السياسية اللي تعاملت مع النظام السوري خلال سيطرته على البلد واللي جزء منها انطفت ضده بعد اغتيال الحريرة كأنه عم ترجع بتركب سلطة لتستبعده من جديد وتخليه مهمش وهي قوت عون كتير بالبيئة المسيحية ولو إنه ما احترمت كصيغة لأنه بمناطق مثل البقاع مثلا عون هو اللي اتحالف مع حزب الله وأمال وهيدا اللي أمن له ربح الانتخابات بمحلات معينة صار هالشي كمان بأكتر من منطقة بس الفكرة أنه هالتحالف الرباعي اللي أكد أنه سقافة الطبقة السياسية بالنتيجة هي سقافة تسوية دائمة همشت بداية العمل المواطنة اللي كان عم بيصير وأضيف لأله إنه صار فيه كمية اغتيالات جعلت كمان كل العمل سياسي قاعدة بيقدر يتحرك بسهولة يتواصل مع الناس جعلتها كتير صعبة ومش صدفة إنه هاي الانتخابات بلشت بناس مثل سمير قصير بعدين جورج حاوي يعني ناس علمانيين منهم ضمن الكتل الطائفية التقليدية وجعلت المرحلة أكتر صعوبة والزعمات الطائفية السياسية واللي هي بنفس الوقت عندها مقدرات مالية كبيرة منق خالية من مشروعية سياسية شعبية يعني رجعت ربحة بالانتخابات وكرست زعمتها ونفوذها واستعادت سقفتها السياسية نفسها إنما هالمرة من دون هيمنة نظام سوريا مباشر وحزب الله اللي هو طبعاً كمان عنده مشروعية شعبية كبيرة بالطائفة الشيعية تحولت إدارته للوضع اللبناني لما يشبه الإدارة السورية بمرحلة ما كان النظام سوريا عافي من أنه يخطص بكل تفاصيل الحياة السياسية اللبنانية اضطر من بعد خروج النظام سوريا أنه يلعب هيدا الدور وبالتالي تصاعدت المواجهة معه وصار الفرز بالبلد بين ما سم 8 أدار و 14 أدار هو فرز سياسي وطائفة بنفس الوقت والعلمانيين والديمقراطيين توزعوا على جناحه أو بلشوا شوي شوي يبتعدوا عن الفرز الحاد اللي يستمر فترة طويلة واللي يعني عمل عصبيات وحملات وحملات مضادة فات فيها الإعلام وفات فيها كثير أمور الجيل اللي بال2015 بادر بحملة طلعة ريحتكن واللي رفعت شعار كلهم يعني كلهم وحتى قبلها بشوي كان فيه مسيرة العلمانيين وبعدها بشوي صار فيه شغلات العلاقة بالطائفية كان منه معنى بالفرز اللي نعمل وقت ال2005 واللي كان شايفه بعد 10 سنين من ال2005 منه المعركة مع النظام السوري بلبنان اللي كان شايفه أكتر هو استمرار الطبقة السياسية اللبنانية بفسادة بلا كفائتة بواقحتة وبيعني تعاضدها مع بعضها بمعزل عن الفرز 14 أدار و8 أدار وبمعزل عن كل السجالات حول سلاح حزب الله لما يكون الموضوع مرتبط بالفساد لما يكون موضوع مرتبط بالنظام الطائفة نفسه هاي الطبقة السياسية بترجع بتلتم بشكل أو بآخر على بعضها فاللي بدأوا بالحملة بال2015 وبعدها نزلت كتير ناس من موحبطي 14 أدار وربما من موحبطي 8 أدار انضموا لقالهم ما كانوا معنيين بال2005 ورفعوا الشعار كلهم يعني كلهم ليحطوا الطبقة السياسية كلها بسلة وحدة إنما اللي كان ناقص وقتها بكلهم يعني كلهم هو مقاربة حزب الله كطرف أساسي بالمعادلة وليس فقط يعني يشار لقاله بخجل أو بخوف أو بتردد اليوم بعتقد هايدي المسألة الأخيرا حسمت أكتر وربما حزب الله هو يساعد على حسمة وطبعا اللي عم يشتغلوا اليوم البعض منهم كان بال2015 إنما كمان نضم لقالهم الناس معنيين أقل بكتير كمان من 2015 باللي صار بال2015 يعني يتحرروا من عبق فرز 2005 وبالتالي الموقف من الأطراف السياسية الطائفية صار بكتير أوضح وأسهل اليوم لأنه الموضوع النظام السوري معد جزء من المعركة الداخلية اللبنانية مثل ما كان بال2005 والاختيالات ومسؤولية الاختيالات ما عادت جزء من المعركة السياسية صار الموضوع له علاقة بالفساد بالنظام السياسي بنخب ما بتجدد حالها ببنية زبائنية الكل عم يستفيد منها وهيدا بيعمل فرز آخر وسيرعات مختلفة بالبلد وبعتاد أهم بكتير من السيرعات القديمة من دون ما تنسي شو عم بيصير بالمنطقة وشو عم بيصير لسوريا وموضوع المحاور الأقليمية ومسألة سيادة الدولة على قرارات الحرب والسلم بالنسبة لهيدا الشعار كلهم يعني كلهم وقديش بيترك مجال لبعض القوى اللي بالسلطة أو لا إنها ترجع تصير جزء من المشهد اللبناني اللي بينعطها شرعية ما بعد ذلك الموضوع كتير صعب يعني فيه جانب أخلاقي بمعنى إنه هيدا الشعار هو شعار بالدرجة الأولى شعار فيه قيم سياسية وأخلاقية كونهم كلهم متهمين بالفساد وبالتالي يصعب تخيل إمكانية عمل معن لإصلاح بلد هني خربوا وهاي معادلة منا سهلة بالسياسة ولو كانت ضرورية كمقياس أخلاقي المشكلة بالسياسة إنه كيف بيترجم هل بيترجم ببناء قوى سياسية منظمة هي بديلة بالكامل أو بيترجم بإنه بينترك الموضوع لشارع بيضغط على نفس السياسيين من أجل إنه يعدلوا برامجهم يجيبوا ناس أقل فساد منهم إنهم محسوبين عليهم يجيبوا تكنوكرات هاي الكلمة اللي ما كتير تعني لأنه في الواحد يكون تكنوكراتي شاطر ويكون بنفس الوقت فاسد أو يكون تكنوكراتي وبنفس الوقت تابع لطايفة ولزعيم على الطريقة اللبنانية المتداولة أو التقليدية فالشعار كلهم يعني كلهم برأيه هو معيار أخلاقي وبأسس لبلك ثقافة سياسية جديدة هدفها تخلص من طبقة حاكمة متحالفة مع طبقات مالية اقتصادية المصارف تلعب دور أساسي فيها جاي من نظام بنيته طائفية وبالتالي ما ممكن إلا أنه يولد شبكات زبائنية بتظل تغزي وتقوي وتستنزف الدولة بتوزيع المغانم على أتباع الطوايف والزعامات الطائفية بس بنفس الوقت ما بيكفي هيدا الشعار اللي طرح أفق سياسة لأنه السؤال كتير وجيه أنه شو منعمل بالكتل البشرية اللي بتدعم الأحزاب الموجودة اليوم بالسلطة إن كانت بهيدا الطرف أو بهذاك الطرف سياسيا وطائفيا هل كلها مرفوض أي عمل معه؟ أو منعتبر أنه الجمهور هو كمان جمهورنا وبالتالي في ضرورة للأخذ والعطا معه وفي ضرورة لشغل السياسي معه من دون ما يكون فقط معيار كلهم يعني كلهم بيشملوا مع زعمائه ومع أحزابه فبعتقد هذا اليوم التحدي الفعلي إنه هل نخلق أحزاب جديدة؟ هل نخلق حركات اجتماعية جديدة؟ نقابات جديدة؟ مجموعات طلابية جديدة؟ حركة طلابية أكبر؟ حركات ثقافية بتربط المعركة السقافية كمان مع المعركة السياسية وبتطوي صفحة علاقات ملتبسة بين مسقافين انتهازيين وسلطة اللي عم بيصير بالبلد إلو علاقة بسقافة سياسية عم تتغير أكتر من بل كتغيير ممارسة سياسية أو تعديل بنى مؤسسات حزبية ونقابية أو غيره والجمهور اللي عم بيشارك لهلأ بالانتفاضة الشعبية جمهور جاية من مشارب مختلفة ومن مواقع مختلفة البعض منها حضوره مرتبط بأسباب طبقية مرتبط بتهميش اقتصادي واجتماعي عم يتعرض له من سنوات طويلة البعض منها مرتبط بثقافة سياسية بده يغيرها لأنه بيعتبر أنه مع هاك سلطة ومع هاك أحزاب ومع هاك قيادات مستحيل أنه ينبنى بلد وجيل جديد منه معنى برواسب الماضي كمان موجود بقوة بالشارع وعنده قيام معولمة قيام إنسانية العلاقة برفض العنصرية العلاقة برفض الهيمن الذكورية وهون حضور الصبايا والنساء حضور كتير مهم بعتقد بيتفوق على أي حملات سابقة وأكيد بيتفوق على 2005 اللي كانت قياداته الذكورية كونها قيادات كتل طائفية كبيرة وفيه مفاهيم جديدة عم تنطرح وفيه مطالب عم تنطرح بلحظة فعلا ثورية بالمعنى القيامة والمعنى الثقافي للكلمة إنما بالسياسة الموضوع بيحمل تأويلين يمكن عدم وجود قيادة موحدة لهيك تحرك بمرحلة أولى ضرورة لأنه إذا كان فيه قيادة موحدة بتصير فكرة استيعابة وفكرة التفاوض معها وإلزامها بقواعد لعبة سياسية لبنانية أسهل بينما لا مركزية هالتحرك وهذا كمان خلاف مهم مع أوقات سابقة تحديداً لألفين وخمسة إنه يكون فيه بنفس الوقت بترابلوس وبجل الديب وبيروت وبالبقاع وبالجنوب بصور صيدة نبطية كفررمان بن تجبال محاولات تجمع كبيرة أو صغيرة وعمل لا مركزة بهالمعنى بس بنفس الوقت بيطرح شعارات مشتركة وناس بتعرف بعضها أو ما بتعرف بعضها فيه شي جديد وبديع يعني بهالمعنى عم بينبنى أو عم بيبدأ يطرح حاله على الوضع العام المشكلة مع الوقت إنه فيه يبقى هيك ويبقى قوة ضغط أخلاقية من دون ما يعمل فعل سياسي جدد أو تعديل سياسي جددد فقداش فيه إمكانية موازنة بين قبول بساعة هيك تحرك وقدرته على الاستمرار بشكل لا مركزي وبين ضرورة وجود أشكال من التنسيق ربما مش من القيادة من التنسيق بين الحراكات المختلفة لا مع الوقت بل كتبلور قيادة أو تبلور برنامج أو تبلور مجموعات عمل تقدر تطرح برامج إصلاحية جدية مش بس شعارات أخلاقية يعني تكون فيها واحد اثنين تلاتة بالاقتصاد بالموضوع المالي، بموضوع الإصلاح الانتخابي، بموضوع حقوق المرأة، بموضوع العنصرية، بموضوع إضعاف البنية الطائفية الزبائنية، بموضوع العلاقات الإقليمية إلى آخره فهذا يعني منه سهل وبدو ياخد وقت من دون أدنى شك بس الخطر اليوم أنه السلطة بثورتها المضادة وبقدراتها التجيشية اللي بعدها موجودة تحديدا عند حزب الله أنها ترجع تدفع باتجاه فرز بيشبه أكتر فرز لـ 2005 يعني 14 أدار، 8 أدار من الفرز الجديد الموجود اليوم بأي معنى؟ بمعنى أنه فيه كتلة ما زالت ملتفة حول حزب الله لأسباب عديدة البعض منها إيديولوجيا، البعض مالي، البعض طائفة، البعض أناعة البعض مرتبط بيعني التراث المقاوم لأسرائيل اللي بيستخدمه عطول كزريعة ليبرر سياساته هاي الكتلة باندفاعها مع بعض حلفائها بتخوين الآخرين وبيجعل الآخرين يتحولوا كمان لكتل بترد بطريقة مشابهة طائفيا أو سياسيا بترجع شوي البلد لفرز من نوع آخر لسيما أنه بوجه الطيار العوني كمكون مسيحي لهالتحالف اللي بالسلطة كمان في أحزاب يمين مسيحي تانية عنده مصلحة باضعافه وممكن تشارك على الأرض إسقاط رئيس الحكومة الحريري لوحده وكأنه رغم أنه هي كل حكومة العهد اللي سقطت بس المظلومية السنية اللي عم بيرددها جزء من طيار المستقبل وكأنه فقط الحريري تحمل مسئولية ممكن مع الوقت تشتغر عليها السلطة لكمانة قوية وغياب وليد جملات والحزب التقدم الاشتراكي عن موقف واضح تجاه كل ما يجري وهنا بكل أحوال جزء من السلطة يعني من 92 لليوم كل هاي ممكن ترجع تدفع نحو فرز آخر بصعب مهمة التغيير السياسي وبصعب مهمة الانتفاضة اللي عم تصير بالشارع وبيخلي الناس اللي ما بيشبهوا الأطراف السياسية والطائفية الكبرى يصيروا بمحل من الارتباك انه بيقبلوا أو ما بيقبلوا بتسبقهم الأمور والتطورات أو بيبقوا هني مسيطرين عليها يعني بتصير تحدياتهم من نوع آخر وبعتقد هيدا اللي بدا تحاول السلطة تعمله لأنه هيدا مخرجة الأبرز والأفضل والأسهل ربما وما بيطلب عنف متل ما فيها تعمل كمان إنما بيطلب تكتكي سياسية بتوصل بلك بعد فترة لانتخابات نيابية كمان بظل وضع حالي من دون تعديل جدة للأنون من دون 18 سنة من أجل إنها ترجع تجدد مشروعيتها السياسية بالانتخابات مراهنة على إنه اللي بيشارع شي بيقاطع شي ما بيشارك شي إذا ما نزل سن الاقتراع لـ 18 ما بيحقله أساساً يسوّت مقابل كتا الانتخابية وما كانت معوضة على الشغل ضمن السقافة السياسية اللبنانية الزبائنية ففي كتير تحديات اليوم مطروحة وبعتقد إنه العمل على التنسيق بين الأطراف الحراك المختلفة هو الأهم كتحدي أكتر ربما من مأسسة شي بيجمع الكل لأنه ما رح ينجمعوا الكل عندهم كمان خيارات قد تكون متباينة بكتير أمور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر